هروح لواحد من نجوم نادي الزمالك اللي ليه أراء خاصة وتوقعات دائما في الجول كابتن ريدا عبدالعال وكلامه النهاردة عن المباراة بحياتي لك يا كابتن ريدا وبرحب بحدتك ومبروك لنادي الزمالك حبيبي يا روح ألف مبروك لمصر واللي عيود نادي الزمالك وكمير نادي الزمالك اللي هي سبب الانجاز الكبير ده وبقولك النهاردة ان حكم المباراة هو نجم المباراة حكم المباراة النهاردة برغم ان فيه اول ديتين ضرب الجزاء صحيحة مليون في المية ولكن لعبت الزمالك وقفت على رجلها ما تستردش ما خافتش ولا اتهزت وعشان كده ربنا كرامه من النهاردة وبيقوله او لما بيكونوا عايزين يعملوا يا روح بيعملوا حقيق يا كابتن يعني الموضوع لا مدرب ولا مش عارف ايه ولا عوامل خجاء اللعيبة لما بيكون مركزة يعني انت يا كابت ان عوضة لسه مصمم من الكارترون النهاردة بعد الشكل والتنظيم اللي كان مجوش هناك الزمالك النهاردة يعني بتدي الفضل دايما للعيبة اكتر؟ طبعا اللعيبة هي اللي بتنفذ يا روحة اللعيبة هي والسه اقول لك على حاجة هو الشوت التاني نام على نفسه الشوت التاني انت شايف الفرقة مفيش يعني فيه اه فيه ناس ما جاش من مصر يعني زيزه ما جاش من مصر لنهاردة بنشارق على فترات اوباما تاعب ومش قادر ومصر الله الحمد هو الوحيد اللي ميت فيهم مع لازم تجدد نشاط الفرقة تاني انت فرقة مش ضغطاق فرقة ما بتلعبش عليه كورة مش ماسك عليه كورة ده فرقة عشوائية جدا وانا قلت الكلام ده معاك المرة اللي فاتت لما قلت انا والكابتن مجدي وابراهيم سعيد لما قلت لك مبروك الفرقتين وصلوا حصل هي حقيقة طاقة هاي مستゲل فرقة اللي تخول والله العظيم الزمالك النهاردة لو لعبت النهاردة ركزت ان هي اجيب كنك اتجيب بول طيب دلك فرقة بتشحض كورة الفرقة الشكل البدني لها كمان اه كانت من روجة نظرك لان ده ساعة كتير نهزة كمانا التلات التغييرات اللي هم عملوهم كله شد يعني إذا اللعيبة مش وقت على رقلية وعايز اقول برضو حاجة من خلالك يا رؤى كانت دايماً أول ما الزمالك يخسر يقول لك مدرب اللياقة البدنية مدرب الأحمال، صح؟ مش كان بيحصل الكلام ده؟ طب النهاردة الزمالك وقف على رجل والمطش اللي فات والمطش اللي قبليك تسعين ديها محدش طلع من اللي كانوا بيفتوا وقول لك لا أصلي لا إذن مدرب يجد عنم الشرط ما تقوليش بقى لمحل الأداء ولا بتاع أحمال ولا بتاع اللياقة بدنية إلا عيبة لما بيكون عايزة ايه وعملوا الشيء يا عم فاروق لن يحصل نضحك على بعض بدشوف إن الفضل للكباتن سواء طري حامد أو أي حد من اللعيبة من وجهة نظرك إنه هو لم اللعيبة في الملعب وقفهم لأن الأمور كانت ممكن تتفاقم في وقت ما لو قات بص، وطبعاً أنا مش عايز أقولك إن لعيبت الزمالك بعدما تكتل فيها جون ده وتعدينها من ضرب الجزاء كل جميل الزمالك حفقت أيدها على قلبها إلا أنا والله العظيم يا فاروق وعي اللي ابني كده وبيفرج معايا قلت له بص ده ده آخر الفرقة دي إلا بقى لو الحاكم جامل وعمجي ادى ضرب الجزاء من الخيال كده بتاعه وقلت بقى لك إنما غير كده الفرقة دي بشتجيب جون تاني كده آخرهم واتفرجنا مفيش ألاقي الفرصة الوحيدة اللي اتشاطت أبو جبل جاءت فرقت تحديده ومسكها تاني بعد كده فرقة ملاش أي أنياب ملاش أي قطورة وده طبعا مش هنشكك ومش هنقلل من لعبة الزمال كلهم لما بيكونوا رجالة الجنة ده لما دخل خلاه تركيز عندهم علي أكتر والسنة تخوف علت عندهم ولما هم خافوا أكتر كان في حرص أكتر وانت شوف يعني مش عايز أقول لك فرقة والله العظيم والله العظيم أليلة 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 الأبعد الحدود وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله بكرة بكرة وكمان نادي خليها أخذك كده الورا شوية لما نزل جدول أو الأرعة وجود الترجي وأيضا وجوده في السوبر أفريقي والمباراة الأهلي يعني المباراة صعبة جدا متتالية ورا بعد النادي الزمالك الكل تخوف أو جماهير النادي الزمالك تخوف كل ماتش كان بيعد بيه نادي الزمالك بينجح فيه هذا الاختبار وما زلت كابتال رضا قاية بتقول أن كارترون لم ينجح حتى الآن مع نادي الزمالك مش هكاة بس بس إحنا برضو يعني هل تديه حق بس أنا عايز أخذك في الحتة دي بس لأن وجهة نازل كابتال رضا أن كارترون يعني من المدربين اللي يعتبروا بالنسبة لنادي الزمالك اللجوم أقل من أي حد تاني ده كلام حضرتك من قبل كرة اللي تفتكر أتأخذ يعني بس 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 عشان برضو يعني من اخفضت سحقه بتضغط كرة تديه حقه حشان أحبك لا يحسام له بس يحسام له إن اللعبة عندها ثقة إن هي مش خايفة إن هي نازلة وعارفة إن هي يعني هتكسب هتكسب فدي برضو حاجة تحساب له بس هي التغييرات برضو محمد يعني أنا مفروض مسلا بعد ربع ساعة من الشيط التاني أنا شايف فرقة يعني كسونجو تغييرها متأخرة كابتن مسلا كسونجو تغييرها متأخرة بالنسبة لنادي الزمالك النهاردة كابتال رضا بقول لك كسونجو النهاردة تغييرها متأخرة بالنسبة لنادي الزمالك النهاردة مثلا أيوة أنا بقول لك كان لازم بص كان لازم أنت شايف اتنين مش في الملعب خالص بن شرقي وزيزو إحنا بديكلم بمنتهى الأمانة لازم أهم جاي منزل حد ينزل يعمل موجود غيرهم يمسيق الكرة غيرهم وليكن مصطفى محمد مصطفى فتحي وليكن مثلا محمد حسن يهفل الحتة دي وطلع ساسي أو دخل أشرف بن شرقي جنب مصطفى محمد وبتنين رسلت حربة وخلى أربعة في نص الملعب اللي هو يبقى ساسي ومحمد حسن وطرق حمد ويبقى معهم مثلا مصطفى فتحي أو بلاش مصطفى فتحي يعني عنده حلول كتيرة عنده حلول كتيرة طب كابتن أنت بتتكلم عن الحلول اللي نزلت طب أنا بكلمك على التشكيل يعني كابتن رضا بداية من حراسة المرمى وحتى مصطفى محمد هل كتشاف أنه ممكن يبقى فيه تغييرة في التشكيل النهاردة في البدايات بالنسبة لكابتن رضا النهاردة مفروض مفروض كان النهاردة تغييرة واحدة بس محمد حسن كان يلعب أربعة أربعة أثنين يا روء محمد حسن كان لازم يتحطي جنب طارق حمد لاحظ كده ضربة الجزاء الأولانية أو كل الخطورة لما كان طارق حمد يتضرب بتلاقي الكرة من وراء فانت لو فيه اتنين ديفندرات صرف وقدامهم مثلا ساسي ومعهم على طرف من الإطراف من شارئي مثلا هتقفل نص الملعب ده خالص يعني انت مقفل اللي جنب كويس بس نص الملعب اللي كان فيه خلص طارق مش هاعمل كل حاجة طارق مش هايموت نفسه يعني مش هو الاختبط يعني عشان يقطع هنا ويروح هنا ويروح هنا لما يكون واحد جنبه زي محمد حسن وقدامهم ساسي ووباما هتبدأ تقطع وتسلم هيلعبوه كورة محمد حسن ووباما يلعبوه كورة وفيه اتنين مثلا هزي ساسي ووباما يلعبوه كورة وفيه اتنين بيطاعوا طريق حمد ومحمد حسن كنت هتريح الديفنس بتاعنادي الزمالك ومش هتلاقي اي اكتورة وكنت هتستحوز كمان وهتلعب باتنين رسالة عرب ووباما وجوده كان طبيعي كانت انه يعني ونجم عمل ماتش هايل في القاهرة كان ممكن يكمل النهاردة ويعمل شغل افضل من ووباما ولا ووباما بعد عدوث من اصابة ده كان مفروض يلعب من البداية زي ما النهاردة لا هو كان لازم بص لازم حد كان يوقف على كورة روحة ووباما من الناس اللي بيوقف على كورة ووباما النهاردة يعني مفاشل لا قبل ما يطلع بعشر دقايق لما بدأ يستلم بقى ويروح ويوقف عليها ويغير اتجاهاته ويباصي وياخدها تاني ويباصي فبدأ يبقى اوباما انما انا بقولك من البداية من البداية كان لازم يزيزوا ما يلعبش ويلعب اتنين في نص الملعب اللي هم في اندراط محمد حسن وطرق حمد وقدامهم اه اوباما ووسازي والله العظيم كان واثنين رساط حربة بقى مستفى محمد وعجف بن شاف وساعة لما تفقد الكورة خلي الاثنين رساط حربة دولة يفتحوا واحد من سازي او اوباما هو اللي قابل الراجل المستاكي اللي طال ابو جابل اكابت ان ابو جابل النهاردة نص ملعبك كوي ابو جابل النهاردة ايه رايك فيه حايل حايل اذا شد صد كورة دية كانت ممكن تخرجنا ام اللي افرق التحت ايده دي لا وبعدين اقولك الحاجة في التيقة وفيه لعيبة وقفة قدامه حابة رؤية صح مغطية الرؤية بالنسبة له صح الوقت بالك فهو ان يمسكها كده لا 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 ما شاء الله وبعدين برضو بصراحة نجمل مباراة النهاردة الونش الونش مسب قطارة النهاردة ما خللوش خلاجالوش هد كل العالي واخده كل اللي على الارض واخده وبعد كده يجي عب شافي دولت نجوم المباراة يعني الونش ابو جابل عب شافي التلاتة دول اما اللي شايلين نجل زمالك النهاردة يجي بعديهم طريق حامل لما زبط نفسه ساسي يا كابتن ايه النهاردة ساسي النهاردة عالي ساسي برضو النهاردة عالي جدا وستاسي من احسن المتشاط بقاله فترة النهاردة يعني من افضل مكشاطه خيات تقولها كثيرة وبقى يوقف ويسلم ويستلم يعني بصراحة هو اللي مجاش بس يزيزه بن شرق ممكن يكون عندهم الجوازات لسه مخلطتش التأهل ده كابتن هيفرق مع ناجز الزمالك في بطولة الدوري لفترة الجاية لا سيبك بطولة الدوري احنا عايزينه انه هو بشانتحك على بعض الدوري خلص بس احنا عايزينه بقى يركز اكتر في افريقيا اهو انت شايف الترجده انت بقاله سنتين هو اللي بياخده البطولة لما انتوا التزمتوا شوية وقربتوا من بعض شوية وحبيتوا بعض قطحتوا بيه وان شاء الله المدرب هيمشي لان انا عايز المدرب ده لعبت النادي الزمالك ونادي الزمالك هو اللي هيبه السبب في ماشيه اهو واخدالك فانتوا اهو يعني انت انت طلعت اكبر عقبة اهو ايه بقى ايه بقى قدامك يعني الاهلي مش هيقابلك لو قابلك هيقابلك في النهائي فاحنا بص للنهائي عايزينه يبقى مصري اهلي وزمالك او زمالك وآله واخدالك انا شايف برضو ان الفرقة اللي هتلعبك اللي هي جاية برضو مهما كان انت عندك الكذبان من الرجاء ومزين بيا كابتن والله العظيم حتى لو ايه بقى ما احنا شفتنا الفرقة اهو وبنقول يا روءة والله العظيم ما في حد زي الزمالك والاهلي او الآلو الزمالك احنا بس لما بنبقى رجالة وبعدين اقول الك الحاجة كله متخوف من الحكم الحكم الي tonight كان نجمل مبارس كان هيا يلس蔬 ضربة الجزاء كابتن ضربة الجزاء صحيحة وعشان بس ايه الناس اتخضت اول اربع د increible ضربة الجزاء صحيحة مليون في المية ضربة الجزاء صحيحة وهو حسابلك فولات وحسب عليك فولات ما يحكمهاش الا واحد لعب كورة صحيح يعنيها بصراحة يعني النهاردة الحكم كابتن ليعني النهاردة اغفض اغفض لايه احكمية النهاردة موجودة. انا قلت طالما في احدالة احكمية. ام. ايه بقى خلاص مبروك للآل وللزمالك. حسن. ان شاء الله. قد صح. اه ده اول حاجة عادة اه. بكرة بقى ان شاء الله النادي الاهلي رابط. يا رب ان شاء الله كل التوفيل لنادي الاهلي. كابتر رضا انا بشكرك. برضو برضو. برضو. هيبقى اصعب من نادي الزمالك لسبب. نادي الزمالك لقى بالليل في الجو كويس. بكرة ساعة ثلاثة صحيح. انما ده ساعة ثلاثة وانت عارف بقى الاكسوجين ونقصه وبتاع والكلام ده. واكيد هم راحوا من اسبوع عشان يتعلموا على الحتة دي. صح صح. طب كابتر انت وقع بكرة بكرة ماتش الاهلي يمشي ازاي. السيناريو بتاعه يمشي ازاي. والله يمشي زي ده وممكن الاهلي يهدف. انا قلت الزمالك يهدف و الاهلي يهدف في ده. لان هم حيعيشوا في الضربة وقولك هنلعب بقى ونفتح كل خطوطنا عشان نجيب جن مبكر و آآ بادري بادري وانكلام ده ان شاء الله الاهلي يهدف. يا رب الشيء. ان شاء الله بس مالعبش مرمع. لسه كنت اسألك. لسه كنت اسألك. يعني توقع ان ه يلعب يلعب? يلعب حد جديد? تعالك زمالك وصل عشان النهاردة وناجم ما لعبش. آآ يعني بكرة ممكن مستر 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 فايلور يلعب حد جديد في أي خط من الخطوط من وجه كابتن رضا يفيد النادي لعني بكرة بص يا باروقة هو يتشال مروان بس ويلعب الرجل اللي تزانة ده يتشال حسين الشحات ويلعب سرعات زي جيلار دول أنا مش يعني مش موت بس أنا عارف أنه ممكن يبقى في أفريقيا ماتشاط الأفريقية يبقى كويس تاخد بالك إنما هم دولة التغيرين اللي يتشالوا مروان ويتحط مع باتجي مكانه اسمه دوت حسين الشحات ويلعب جيلار دول أعتقد أن بكرة برضو يا فرق ما تخوفش وكل اللي بيعملوه بيستحوزه في الحتة بتاعة التلت بتاعة نص ملعبهم بس وعندهم رقم عشرة ده عشرة ده لما خرج والله العظيم برضو فرق بتشحف كورة اللعيب المحترف بتاحهم اللي هو البيضاني ده ده أخر واحد عندهم ده لو تماتل خلاص زي ما عمل هنا في القارة لا ممكن بقى بكرة برضو المعلم في فيلر يقوم جاي مألف ويقوم جاي ملعب لي بقى حد تاني من وراء واخد بالك يبواص للدنيا لا زمانتا كنت ماشي هو اللي خلا نازل زمالك كيسب النهاردة اني worldly عمل التغيير بتاع اوناجم بس الناس اللي هي خادت الاحساس الافريكي الماتشات اللي فاتت فهو برضو ما يعني لانت آخر ماتش عامله كويس قوي وتحديدا بعد ما عملت التغييرات ابدأ بيه وربنا يكرمك يا رب ان شاء الله يا كابتر رضا كابتر رضا مبروك لناتزة مالك والجمعيرو مبروك ليك يا كابتن يعني واحد بين لعبيناتزة مالك السابقين اكيد سعداء باداء نتزة مالك النهاردة الصراحة باشكورك طبعا يا كابتر رضا